لم يبقى شيء هنا في حمص القديمة لتعرف في أي منطقة أنت في سوريا كيفما نظرت من حولك مشهد واحد مشهد دمار وموت بيوت حمص القديمة لم يكفها ما سمعته وما شهدته من صوت الآلة العسكرية كانت شاهدة على أبشع أنواع الحروب ومن هذه الحروب بقيت هذه العبارات من هنا مر الجيش الحر هنا يرقد أبو أيمن والأسد للأبد وغيرها من العبارات شدران حمص القديمة كانت وثقتها وحافظت كل من مر عليها وسمعت كل الأحاديث التي دارت بين المتقاتلين بكت على أصحابها الذين غادروها على عجل وعرفت المصير الذي ينتظرها حمص لم تعد حمص حمص القديمة باتت مدينة أشباح بعدما تدمرت بالكامل وهجر كل سكانها سكان صاروا صورا مبعثرة بين ركام الحرب في ذاكرة حمص بقايا من الحياة تذكر أن مواطنين عاشوا هنا وربما ماتوا هنا سكان صورا مبعثرة بين ركام الحرب